العماني والبحر قصة ابتدأت منذ فجر التاريخ ولن تنتهي أبدا فالصياد يتوارث حبه للبحر والصيد والنوارس كما يتوارث صفاته الجينية من آبائه وأشتاده جاسم لبلوشي أحد الوجوه العمانية التي عرفت المد والجزر وسكون البحر وعواصفه والصيد الوفير وندرته خاض منذ صغره تجارب أكسبته غبرة عميقة ببحر عمان معه سنبحر الآن كي نعرف تفاصيل جزء من يومه دائما نحن كبحارة بداية الخروج لرحلات الصيد أول شيء نشيك لنسبة الماء الموجودة في الطراد نشوف التبريد أيضا الموجود في الطراد نتأكد من أنه هواتف ثرية فيها بطارية أو أنه فيها رصيد موجود أيضا أجهزة الجي بي اس أو النظام الملاحة هذا اليدوي نتأكد من البطارية موجودة أو عندك بطارية احتياط في حال لا قدر الله فضلت البطارية هذه أو أنه حد يحتاج من عندك بطارية أيضا تقدر تعطيها وتساعدها حاليا من عبي بترول ومن المراحل المهمة عند تعبية البترول أو تعبية الوقود نتأكد أن الوقود ما يستكب في القارب لأنه في أسلاك كهربائية ربما ماس بسيط أو أنه البترول يلحق للويرات هذه ينفجر الطراد عليك كذا حادثة صارت لكذا صياد والسبب الأهمال والأسلاك السائبة أيضا في القارب فوجب الانتباه الأسماك مختلفة في أشكالها وألوانها وأحجامها وأماكن وجودها ومواسم استيادها وتختلف طرق صيدها أيضا فكيف يستخدم جاسم الشباك للصيد؟ وما الأسماك التي يحصل عليها منه؟ طبعا نوعية الشباك هذه شباك سطحية وطبعا تثبت الشباك هذه بثقل اللي حنسميها بالمصطلح المحلي باورا أو أنير نوعية الأسماك اللي تجي في هذه الشباك الضلعة السينة الصيمة الخباط اللي هو صغير الكنعد يعني البركودة اللي يسمى محليا قداد الموسم هذا عحيم في الشتاء نهاية الشتاء في أسماك السردين أيضا البرية والعومة تتواجد بكثرة يعني في هذا الموسم في المياه القريبة يعني من الشواطئ والحمد لله رب العالمين الخيارات كثيرة بس همشي أن نوصي الشباب على المحافظة على البحر والتراث البحري أيضا عدم رمي الوساخ في البحر التقيد بسنن البحر أيضا يعتني الصياد جاسم بالبحر وثرواته يعامله كمخزون مستمر للخيرات لذلك فهو مهتم بالمحافظة على النظام الحيوي البحري فكيف يمتثل هذا الاهتمام ويطبقه أثناء رحلاته البحرية اليومية في حال أن شلينا الأقفاص حصلنا فيها أسماك صغيرة بطبيعة الحال بدون فائدة يعني سواء شليناها وما تنفعل البيع ما تنفعل الأكل بسبب صغر حجمها يعني فبطبيعة الحال لازم نرجعها بحر وإن شاء الله نصيدها في الأيام القادمة كبيرة إن شاء الله كميل تقريباً نحن الحين كميل شوف ألو أهلين أيوة أيوة جاسم أيوة تفضل سلامات كميل كميل عطلان أعطيني الأحداثي أعطيني الأحداثي أعطيني الأحداثي أيوة خمسة واربعين فوق أوكي تحت أربعة واربعين أوكي قريباً قريب من عندي تقريباً ميلين تقريباً خلاص جاينك 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 أوكي موسيقى تحدث في كل وقت ومكان علينا أن نكون على أهبة الاستعداد دوماً سلامات سلامكم ما شاء الله من متى عطلان عطلان من ساعة ساعة ونصف ما شاء الله هذا المفروب أنكم قبل أن تطلعوا البحر مفروب أنكم تصينوا المحرك تشوفوا المحرك يمكن شمعة الاحتراق يمكن البترول البترول أوكي موجود موسيقى حكذا موسيقى كان البلك هذا طاش و لازم تسوي له تبيب هذا وتعدلي شوي شوي لما تروح تعدلي أخلاص رطي الممكن انتبه على نفسك في أي شيء ولا هذا تصل فينا تمام إن شاء الله مع السلامة طبعا بعد ما شفنا الشباك وحصلنا نصيبنا بالشباك وبالأقفاص أيضا الحين متوجهين إن شاء الله لصيد أسماك الجيذر أو مسماها العلمي التونة قبل أن نروح لصيد التونة نصيد الطعم الحي المسمى محليا بالميوة أو الصيمة طبعا أريد صيد أو إبقاء الأسماك هذه حية بنظام المحلج ماء البحر دائما يتبدل عن طريق الماطور عن طريق فتحات تهوية الماء ونصيد هذه الأسماك طبعا الحية وبعدها نتجه إن شاء الله للصيد الجيذر الصبر والحكمة دروس يقدمها البحر للصيادين فكثير من الأحيان يبحرون لمسافات طويلة وفي ظروف صعبة آملين بصيد وفير إلا أنهم يعودون خالي الرفاض وكل يوم له رسط وكل رحلة لها قدرها خلاصة حين رجعنا من الموقع اللي فيه الجيذر وما توفق لليوم صيد الجيذر بسبب ممكن البحر أو شي كذا والحين إن شاء الله متوجهين لمرسل الصيادين في دربنا مرينا في موقع ثاني لأسماك التوني اللي هي السهوة فأيضا بعد ما ما توفقنا ما حصلناه مثل ما يقول راع البحر كل يوم برزقها وكل يوم بصيدة وإن شاء الله حين راجعين للميناء صيد البحري تغيب شمس يومنا هذا مودعة الشواطئ والأمواج وكل صيادي عمان ويعود جاسم إلى الميناء بعد إبحار زاخر بالتفاصيل المثيرة ليحكي قصة البحر والبحار للأجيال القادمة كي يكملوا فصول حكايتها من بعده موسيقى 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 اشتركوا في القناة